طيب الأولاني اسمه تنازع إيجابي على الإختصاص تنازع إيه؟ ها؟ إيجابي التاني اسمه تنازع إيه؟ سلبي التنازع الإيجابي كل ما حكمه بتقولك أنا مختص التنازع السلبي كل ما حكمه بتقولك أنا إيه؟ أنا غير مختص طيب هل هناك فرض سالس؟ آه، ده فرض خطير بقى الفرض ده بيقول إيه؟ روحته قدام القضاء العادي المحاكم المدنية فقالوا إيه؟ انا مختص ومشينا في الدعوة وروحت قدام المحاكم الادارية والمحاكم الادارية قالت انا ايه والواحد من مصلحته بقى ان هو ايه قال لك طب الله خلاص بلاش بلاش نفترض سوق النية هنقول ان كل محكمة تمسكت باختصاصها ومشيت في الدعوة نتيجة لاجتهتها والخصوم سابه الدعوة تمشي هنا والدعوة تمشي هنا واعلاناتك واجراءاتك وكلام وصدر حكم من محكمة القضاء المدني وصدر حكم من محكمة القضاء الاداري هتنفذ انهي واحد يبقى هنا اصبح عندك حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ركز في الجزئية دي مش صادرين من محكمتين تابعتين ها لجهة قضايا واحدة يعني مش من محكمة اللي ابتدايا في الجيزة والمحكمة مسلا الجزئية او اللي ابتدايا في اسكندرية اللي اتنين تابع القضاء الايه المدني ده واحدة صادرة من حكم نهائي صادر محاكم مدنية وحكم نهائي صادر محاكم الايه ها الاداري يبقى عندي تنازع في الايه تنازع في الاختصاص نفضه ازاي لنفذ اني حكم قالك نوقف لايه فيش حاجة تتنفذ احنا نروح لمين ها للمحكمة الدستورية العليا فالمحكمة الدستورية العليا تحدد المحكمة المختصة ثم تأمر بتنفيذ الحكم اللي صادر من المحكمة دي يعني لو قالت المحاكم المدنية مختصة تعمل ايه خلاص يبقى الحكم ده اللي ايه اللي ينفز خلي بالك ممكن المحكمة الدستورية تعمل حاجة تاني توقف تنفيذ الحكمين لحد ما تفسق وممكن تأمر بتنفيذ حكم يعني مثلا تميل الى ان المدني مثلا وتوقف التاني لحد ما تفسق بس واقعيا يعني وعمليا هي بتعمل ايه بتوقف تنفيذ الايه الاتنين لحد ما تشوف انهي واحدة فيهم الايه المختصة عشان تنفذ الحكم ده خلي بالك اه لا ما هو ده تنازع تنفيذ حكمين نهائيين صادرين من جهاتين قضايتين مختلفتين نصت عليه المحكمة الدستورية العليف قانون محكمة الدستورية